اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية في تصريح خاص لاخبار الرؤية اكد نقيب المحروقات فهد الفائز ان معدل الطلبات المسجلة على مختلف اصناف المحروقات ارتفع اليوم بنسبة 5% تقريبا ووفقا للفائز فان هذا الارتفاع هو ارتفاع طبيعي وان الطلبات ضمن المعدلات الاعتيادية وذلك بسبب الظروف الجوية واوضح الفائز بان هذه الارقام اذا ما قرنت مع الفترة ذاتها من العام الماضي فاننا نرى انخفاضا ملموسا يفوق الـ 20% وذلك لوجود سببين اولهما درجات الحرارة في هذه الفترة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي اعلى اما السبب الثاني وهو الاهم ارتفاع سعر الاستوانة بنسبة 54% الامر الذي يشكل عزوف عدد كبير من المواطنين عن شراء الاستوانة المستخدمة لغاية التدفئة والاستخدامات المنزلية الاخرى وبالتالي البحث عن بدائل اخرى كالكهرباء مثلا التي لم ترتفع اسعارها حتى هذه اللحظة موسيقى قال نقيب المقاولين المهندس احمد التراون اليوم بان النقابة ستقوم بفتح المجال للمقاولين للتصرف بشكل فردي بالتوقف عن العمل في المشاريع وتسريح موظفيهم وعمالهم واشار التراون في مؤتمر صحفي عقده اليوم الى ان هذا القرار يأتي نتيجة لعدم تجاوب الحكومة بدفع مستحقات المقاولين وعدم رصد مخصصات في موازنة الحكومة للقطاع واضاف بان النقابة مارست كل الجود الممكنة مع كل المستويات من رئيس الحكومة وصولا الى المدراء التنفيذيين لتأمين مبالغ لدفع مستحقات المقاولين دون اي جدوى واكدت تراون على اهمية هذا القطاع ومساهمته التي تعتبر مساهمة جوهرية في الاقتصاد الوطني يوجد مشاريع منذ عام 2011 نفذت مخصصاتها لم تقوم الدولة بمعالجة هذه التشوهات في ملحق الموازنة مما ادى الى تفاقم الموضوع اكثر فاكثر وخلوم موازنة عام 2012 من مشاريع قوية والاستمرارية المقاولين بناء على التهدي التي كنا نقوم فيها دوما ادت تأجيل المشكلة الى هذا الوقت ونحن في نهاية هذا العام اتصور انه نفذت جميع السبل والفرص لدفع مستحقات الناس حيث ان الدولة تقوم باعداد موازنات العام 2013 المقاولين تأذوا كثيرا المقاولين اصبحوا مهددين من البنوك ومن اصحاب الاعمال الاخرى بايداؤهم من خلال حجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة نتيجة عدم التزامهم بدفع ما يترتب عليهم وهذا يعود الى عدم التزام الحكومي في دفع مستحقاتهم وردا على ما جاء في المؤتمر الصحفي صرح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي حصريا لاخبار رؤية بان المقاولين محقين في مطالبتهم بالنسبة لمستحقاتهم المالية لدى الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة الاشغال العامة والاسكان واشار الكسبي الى ان مستحقات المقاولين لدى وزارة الاشغال تبلغ 60 مليون دينار كان من المفروض ان تدفع لهم ولكن ما حصل هو التأخير في دفع هذه المستحقات وهناك جهود حكومية تبذل حاليا لحل هذا الموضوع للتمكن من دفع مبالغ من هذه المستحقات قبل نهاية الشهر الجاري واستنكر الكسبي ما جاء في تصريحات نقابة المقاولين اليوم بان هناك من يدمر هذا القطاع من المعروف في نظريات السياسة النقدية ان سعر صرف العملة في بلد ما تخضع لعدة عوامل وفي الفترة الاخيرة كثرت الاحاديث والاقاويل حول سعر صرف الدينار ومدى قوته والسؤال هنا كيف يمكن للمواطن الاردني ان يقيم وضع سعر صرف الدينار وما هي العوامل التي يجب عليه متابعتها حتى ان يستطيع بنفسه ان يقيم وضع عملته الجواب في التقرير التالي اما رفع الاسعار او هبوط الدينار فهي جملة قالها رئيس الوزراء عبداللنسور قبل اتخاذه القرار الاصعب برفع الدعم عن المحروقات رفع الدعم وارتفعت الاسعار فمن حق المواطن الاردني ان يعرف مصير عملته واحتياطها فهل ما خرج من جيب المواطن انقذ الدنار الاردني؟ رفع الدعم عن السلع اعطى قوة للدينار الاردني هذا الحكي رفع الدعم سوف يؤدي لزيادة الواردات الحكومية وتخفيف المصاريف الحكومية رح يتحملها المواطن السياسة النقدية الموجودة في البنك المركزي طويلة المدى وليست قصيرة المدى بتساهم على دعم قوة الدينار ومساهمة بزيادة القوة الشرائية للدينار المعلومات تفيد ان البنك المركزي كان من اشد المؤيدين لقرار الرفع فهو ربما الاكثر ادراكا للوضع المالي والمخاطر التي تحدق بالعملة اذا فالمرجح ان الدينار استقر بعد هذه القرارات ولكن ما هي العوامل التي تبقي على هذا الاستقرار وكيف نحافظ عليه اما ان الاردن معرض لمشكلة جديدة وتصريحات اخرى تربك الاردنيين ما دام في استقرار امني واقتصادي قوي ما دام رفعوا الدعم عن السلع الاساسية ما دام في وعي مواطنين وفي وعي حكومي ووعي سياسة نقدية واضحة وشافافية كاملة من البنك المركزي من اشراطه اللي بيطلعها ما دام في احتياطات بتكفي اكثر من اربعة شهر كل هذا بيساهم بدعم الدينار دول الخليج بتدعمنا المعونات عم بتدعمنا منطقة اليورو بتدعم اميركا بتدعم الاردن وضع الاقتصادي والسياسي فوق جيد جدا هناك معطيات كثيرة تمثل دعائم لقوة الدينار ومصدرا لاستقراره فهل الحديث عن الدينار كان مبررا؟ فالمواطن ربما لأول مرة يوضع بين خيارين لا ثالثة لهما اما الرفع او الانهيار غيث زيتر لقناة رؤية عقدت وزارة التخطيط وتعاون الدولي اجتماعا لاطلاق اعداد برنامج تنوي للعوام الثلاثة القادمة لكل من محافظة العاصمة ومحافظة العقبة واوضح امين عام الوزارة دكتور صالح الخرابشة ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم حاليا باستكمال الاشراف على متابعة تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات تنفيذا لقرار المجلس الوزراء الذي تضمن الموافقة على البرامج التنموية للمحافظات للاعوام الثلاثة القادمة واعتمادها كمرجعية للجهد الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات بلغ المعدل يومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 9 ملايين و 400 ألف دينار مقارنة مع 6 ملايين و 600 ألف دينار للأسبوع السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 41% وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 46 مليون و 800 ألف دينار مقارنة مع 33 مليون دينار للأسبوع السابق أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 60 مليون سهم نفذت من خلال 19 ألف عقد ترجمة نانسي قنقر